أهلاً وسهلاً بكل تلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطار استعداد لامتحان موحد للمستوى السادس للدورة الأولى نشوف نموذج لامتحان موحد للمستوى السادس ابتدائي للدورة الأولى ديال دورة يناير 2022 ونشوف مادة نشاط العلمي إذن امتحان موحد للمستوى السادس ابتدائي للمستوى السادس بزائي في امتحان المحلي للدورة الأولى دورة يناير 2022 بالنسبة لمادة النشاط العلمي إذن نموذج على شكل بداف باش خدموا النموذج تستعدهم زيان لامتحان إذن نخلي لكم في الوصفة إذن عندو المحوار الأول وهذا المتحان مقسم على حسب محاولة شوفتو في النشاط العلمي إذن عندنا المحوار الأول جو كمبلت لفخاصة دي سو بارلمو سيوان دي أكسيجين ميلانج دي أزوت إذن شوفتو الهواء وشوفتو مكوينة الهواء وشوفتو خاصة الهواء نحاولون كمبلو بها الكلمات توني الوكسيجين ميلانج خالت دي أزوت توني الازوت إذن لأر إتن إذن لأر إتن سي دو كونسيجين سيوان ونفران إذن لأر إتن ميلانج خالت إذن من نش إذن إتن كسيبونا ميلانج 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 de gaz سي دو كونسيجين إسانسيين مكونات الأساسية ديالو شكونك يكون 21% هو توني الأوكسيجين إذن عن كتبو هنا دي أكسيجين إذن دي أكسي جين إذن 21% و 28% كيمتلها دي أزوت إذن عن كتبو هنا دي أزوت إذن عن شوفو هنا بالنسبة إذن لأر إتن ميلانج دو كونسيجين إذن دي أكسيجين إذن دي أكسيجين يعني توني الأكسيجين أميران 21% دي أزوت أميران 67% إذن كيمتل توني الأزوت 28% وتوني الأكسيجين 21% إذن عمشو السؤال الثاني حدد الفرق بين شروط الاحتراق ونواتج الاحتراق من خلال وضع علامة إكس أمام العبارات التالية إذن بشيكون عندنا المتلة الاحتراق يكون عندنا محرق 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 وتوني الأكسيجين محرق شي حاجة كتتحرق إما الخشب أو الفحم وخصنا الطاقة الحرارية يعني اللي كتخلي يعني مثلا يعني تشعل عفية إذن هنا هادو ثلاث هادو اللي كتسمى شروط الاحتراق يعني متلة الاحتراق إذن عندنا تعتبر النار مصدرا للطاقة الحرارية هادي من شروط الاحتراق ولا نواتج الاحتراق هادي من شروط الاحتراق اللي كتسمى الطاقة الحرارية اللي هي ماذا اللي هي مصدر الطاقة إذن اللي هي في متلة الاحتراق من شروط الاحتراق إذن نكتب هنا شروط الاحتراق إذن اقتربتوا من الفرن في مطبخنا فأحسستوا بحرارة شديدة إذن هذه الحرارة الشديدة ماذا تمثل؟ إذن تمثل نواتج الاحتراق إذن من نواتج الاحتراق هي الحرارة الإضاءة يعني نشوف مجموعة ديال النواتج إذن الحرارة إذن نعم شوف جملة الثالثة نتيجة عملها بالبنزين تصدر شاحنات غازا إذن تصدر إذن هنا تصدره إذن الشاحنات غازا يسمى بتناء أكسيل كربون إذن هالتناء أكسيل كربون هل هو شرط الاحتراق؟ قلنا شرط الاحتراق ثلاثة كين محرق المحرق والطاقة الحرارية هنا من نسبة النواتج الاحتراق شفنا الحرارة كين الإضاءة كين تناء أكسيد الكربون إذن هذا من نواتج الاحتراق تناء الاكسجين يساعد في بقاء النار مشتعلة هذا من شروط الاحتراق إذن شروط الاحتراق هو المحرق لهو تناء الاكسجين كين المحرق أي حاجة كتحرق قابلة الاحتراق وكين الطاقة الحرارية كذلك من شروط الاحتراق إذا نعم شو دبا؟ السؤال الثالث السؤال الثالثة شنو عنا فيه؟ كثيراً ما تحدث حواتذ مرتبطة بالتدفئة المنزلية بواسطة بعض الأسام قابلة الاحتراق كالفحم وغاز البوطان إذن اعطي مثالين لخطرين مرتبطين بالاحتراق أثناء التدفئة بالمنزل مع ذكر سبل الوقاية لكل خطأ إذن مثلاً شحال مراكي كل برد في هذا الوقت الحالي يعني كنعملو مثلاً آلات التدفئة ولكن كنخليه أن التهوية مكتبخاش تدخل الدار يعني كنشدو الشراجم إلى آخره وهناه هذا خطر يشكل خطر وإذن عنا نشوفو مثالين مثلاً ممكن يأدي مثلاً البوطة في الدار ممكن تأدي مثلاً إلى مثلاً مكتبخاك يدوز الجاز إلى آخر ممكن تأدي إلى حارق إذن قسمه حارق إذن هذا الحارق كيفش الوقاية منه؟ إذن عملو أحد هنا و أحد العلمة أو سهم تجنب الأسباب المؤتية إلى اندلاع الحارق تجنب مثلاً ما نخليهش للجاز داي إذا شمينا الجاز تجنب إذن ماذا؟ الأسباب المؤدية إلى الحارق الأسباب المؤدية للحارق عمشو دابا كي ممكن يكون اختناق إذن بالنسبة الاختناق بالنسبة الاختناق كيف نتجنب الاختناق؟ تجنب الغازات السمة كأحادي أكسيد الكربون تجنب الغازات السمة تجنب الغازات السمة كأحادي أكسيد الكربون إذن هو غاز دوكسيك سام يؤدي إلى الاختناق إذن حيث يخلي مثلاً كتكون الغرفة مغلقة ما كيتكمش هدك الاحتراق وكينتج أحادي أكسيد الكربون وهذا أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام يؤدي إلى الاختناق إذن حارق أو اختناق من نسبة الحارق تجنب الأسباب المؤدية للحارق تجنب الغازات السمة كأحادي أكسيد الكربون إذن نسخل السؤال الموالي جو كمплеس بالفرنسية لتجنب الغازات السمة سيديسة سوى الموالي إبنيار، نيرف، سرغو، انسفال، سرغولة، ترانسرابرال إذن عشوفو إذن ترانسرابرال إذن هنا بنسبة مكوينة الجهاز العصابي إذن لسيستم نيرفو يكونسيشيون دكوا إذن ملش كيتكمون؟ إذن كيتكمون من نش كيتكمون من لانسفال إذن نقسو هنا لانسفال لانسفال كي سوى ديفيسة ان 3 composان إذن هاد لكompوزان اللي هوى لسرغو لسرغو إذن هوى سرغولة الموخايخ سرغولة والباسالة السيسية اللي هيى الترانسرابرال إذن الباسالة السيسية الترانسرابرال باللونج لذلك من قوزان وأنه ديفيسة الناسفال إذن نخيش إذن نعنكسو باللونج إبنيär إ بي إذن نعنه هذا المكوينز الجيهاز العصابي إذن نحن نعنه إذن لانسفال سيستم نيرفو يكون سيتم دين نظرابرال للترانسفال للترانسفال الواتمار للترانسفال فيه للترانسفال للترانسفال اللي هي البصل السيسيرية prolongي يمتد إلى النخاء الشوكي موال إبنير اتا نصم دي پير اي دي اي دا د نيرف اي دا هنا نيرف هما الأعصاب اي دا نكتب هنا اي دا نيرف اي دا نيرف اللي هما الأعصاب اي دا كي العصاب الحسي والعصاب الحركي اي دا عنشو داب السؤال الموالي أرادة سوفيان أن يساعد أمه في تقطيع البصل أثناء إعدادها للحساء رتب جمل تاني من رقم 1 إلى 4 اي دا اول حاجة نشوفو ارادة تقطيع البصل من طرف سوفيان النخاء الشوكي والعصاب الحركي ينقلان للرسالة البدء هنا يأليد تستقبل الرسالة وتستجيب لأخت سكين وتقطيع البصل دماغ سوفيان يحلل الرسالة السيالة العصبية اي دا اول حاجة سوفيان أرادة تقطيع البصل اي دا ارادة تقطيع البصل من طرف سوفيان أول حاجة اي دا تاني حاجة النخاء الشوكي والعصاب الحركي ينقلاني الرسالة اي دا من بعد دماغ سوفيان يحلل هذه الرسالة من بعد اليد تستقبل هذه الرسالة وتستجيب لأخت سكين وتقطيع البصل اي دا حركة إيرادية اي دا اكتبوا هنا جوج وهنا ثلاثة وهنا أربعة ادو الترسي اي دا ارادة سوفيان أن يقطع البصل اي دا اشنوقع النخاء الشوكي نقلو هاد الرسالة اي دا اشنوقع دماغ سوفيان حلل هاد الرسالة والصفات عبر العصب الحركي الى اليد لنفتة هاد الحركة اي دا تقلو الى سؤال اي دا بالنسبة اصل بسهم بين المرض واسباب كين السكري سمنى الانيميا اي دا هادا يعني كينتجو هادو امراض كينتجو عن سوء التغذية اي دا بالنسبة للسكري شنو الاسباب ديالو وش سمنى ولا تصرر الصب ولا انخفاض دا الهيدلو او الكريات الحمراء اي دا بالنسبة للسكري سكري كنتج عن السمنى المفريطة والعادات الغذائية الخاطئة اي دا بالنسبة للسكري فهو ينتج عن ماذا عن السمنى المفريطة والعادات الغذائية الخاطئة اي دا هذا السكري سمنى سبنة تنتج عن ترسل متزايد للشحوم في الجسم اي دا هذه السمنة الانيميا هو فقر الدم ينتج عن نقصان في الكريات الحمراء والهي مغلوين إذا نكتب الأنمية تنتج عن نقص في الكريات الحمرة إذا السكريات ناتج عن السمنة والغذاء الخاطئ إذا بالنسبة السكري ناتج عن السمنة السمنة ناتج عن ترسم متزايد للشحوم والأنمية ناتج عن نقص في الكريات الحمرة اعطي إجراءين يمكننا من محافظة على الطعام من التلف كين مثلا التبريد نوضعه في طلاجة باش ميضحش كين التعليم كين التجفيف إذا نكتب جوج التبريد إذن التبريد والتعليب التبريد والتعليب إذا نكتبado التبريد والتعليب إذن التبريد إذن بالنسبة التبريد والتعليب كين تشفيف كين تسكر مثلا مثلا كين عملو المئلة الكونفيتور يعني كين عملو في السكر باش كين بقى مدة طويلة إذن كين مثلا تجميد كين عملو في الفريغو يعني فيCon roaringートiros إلأخرة انا عملنا أمتلاق�� لكي جوش تبريد التعليب اذا اسمم الخطاطة التالية بما يناسب من العبارات جانبا موضحا مكونات الوسط البيئي حيوانات الماء مكونات احيائية النباتات مكونات غير احيائية الوسط البيئي ان هذا ينار انقلونه الوسط البيئي وان محاول مثل чего سيكون ان لدينا الوسط البيئي اذا كان بمش rounds البيئي كان مكونات احيائية وكان مكونات غير احيائية إذاً بنسبة التصوربة دخلها في مكونات غير إحيائية مكونات غير إحياء إحيائية إذاً مكونات غير إحيائية بالنسبة الكائنات المجهرية فهي مكونات كيف هي إحيائية مكونات إحياء إحيائية إذاً شنو مكونات الإحيائي؟ كين كائنات المجهرية كين الحيوانات وكين النباسات إذا negative نباتات الحيوانات بالنسبة للمقونات غير إحيائية كيف يند氣aza كيفية ال idiots كيفية الطربة الماء ال millions كيفس يدن الوسط b من أشيه يدون من هو نحتاجم في أله المسلح اشي المسيح 怖 Lion ث Präsident ت Sham -"الكائنات المجهرية النباتات الحيوانات فأنا مكونات غير إحيائية من التربة الماء الهواء إذا انتقلوا السؤال الثامن بالنسبة للسؤال الثامن سل بسهم بين العلاقة المتبادلة بين الكائنات الحية والعبارات المناسبة إذا عندنا التنافس عندنا الفتراس عندنا التطفول عندنا التعاون إذا تفاعل بيولوجي بين كائنين حيين حيث يقتلوا مفترس الفريسة ليقتاس بها إذا نجلو كيتسمى هذا؟ إذا كيتسمى افتراس يعني الفريسة كيفتلس الفريسة ديالو إذا هذا علاقة افتراس علاقة بين كائن حي يسمى المتطفل يستمد غداءه وطاقة سهو من كائن آخر يسمى العائل الموظف إذا هنا عندنا متطفل إذا هنا علاقة ماذا؟ علاقة تطفل علاقة غير إجبالية بين كائنا يستفيد أحدهما من الآخر دون أن يحدث ضرر لأحدهما إذا هذه ما هو التعاون؟ كيتعاون بشي يعيشوا إذا التعاون علاقة بين مجموعة من الكائنات من النوع نفسي ستتصارع على ضرورية الحياة إذا مادم تتصارع فهي تتنفس إذا هذا هو يعني العلاقة بين كائنات الحياة إما تنافس أو افتراس واحد كي يكل واحد أو كيتنفسو أو تتطفل واحد كيتتطفل على كائن آخر أو كيتعاونو بشي يعني يتعاونو بشي يعيشو إذا عن شو دبا السؤال التاسع هنا عندنا حماية توازن البيئي واجب إذا بالنسبة حماية توازن البيئي واجب وطني وإنساني سمثل في تبني سلوكيات إيجابية اعطي بعض الأمثلة للسلوكيات الإيجابية المحافظة على التوازن البيئي مثلا زراعة الأشجار أتجر إذا زراعة الأشجار مثلا هذه للحفاظ على البيئة إذا للمحافظة أو للمحافظة على الغابة مثلا للمحافظة على الغابة وممكن كذلك تشييد السدود من أجل تشييد 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 السدود من أجل المحافظة على الموارد المائية وممكن تعمل مثلا محاربة الرأي الجائع يعني كذلك إقامة المدرجات إذا إقامة مثلا زراعة في المستبات إلى آخر إذا زراعة الأشجار لمحافظة على الغابة إذا زراعة الأشجار لمحافظة على الغابة تشيط السدود من أجل محافظة على الموارد المائية إذن بهذا نكون صحيح صحيح ذلك النموذج نتمنى أن نكون فتكم شكراً وإلى اللقاء